أهم بالنسبة لنا هو اللي جاي مش عايز الجماهير تستعجل ومش عايز الجماهير تقلق طبعا كلنا ثقف كابتن سامي أمصان هيتولى المسؤولية طبعا بعد رحيل بيتسو موسيماني قدرت النادي يكلفته بده فعلا ومن قبل حتى ما يتم اتخاذ القرار خدوا بالكم ان قدرت النادي الأهلي يمتاخدش قرار كده بدون ما تكون درسة بشكل كويس ودرسة الموقف ودرسة أبعاده ودرسة تبعاته بشكل كبير جدا ومحضرة سيناريوهات كمان ما بعد هذا القرار وخليني أقولكم انه بلان بي وبلان سي وممكن كمان يكون فيه بلان دي جاهزا ان شاء الله بإذن الله التعامل مع السيناريو لكن الأهم ان احنا نستفيد من ده يعني أنا دايما بقول انه رحيل مدير فني في وسط الموسم ممكن يعمل ربكة ممكن يهز حالة الاستقرار اللي بيتمتع بيها الفريق السيناريو المراضي من وجهة نظري مختلف شوية السيناريو هو سيناريو الريسات عارفين حضراتكم لما بتعمل ريسات للكمبيوتر بتعمل ريسات للروتر عشان يحصل حالة فوآن والجهاز يقدر يقوم مرة تانية بشكل أفضل أنا بتهيلي احنا داخلين على مرحلة الريسات دي الريسات على مستوى كل اللعبة الفريق من كان يعاني في الفترة الأخيرة أو من كان مستوى يعني اتأثر سلبا سواء نتيجة عامل نفسية سواء نتيجة تراجع مستوى نتيجة عدم المشاركة سواء نتيجة أين كانت الأسباب يعني مش عايزة أخذ في الأسباب لأنها ممكن تكون كتيرة جدا لكن في النهاية أعتقد أنه اللي حصل ده هيعمل ريسات وهيجدد الدوافع عند نجمنا وعند فرقتنا إن شاء الله وبإذن الله ينجح كابتن سامي أمصان إن شاء الله بإذن الله في تولي المسؤولية في الفترة الجاية وهي فترة مهمة جدا وفيها عدد من الاختبارات والمطابات الصحبة طبعا أولهم ماتش إستن كامبني يوم الأربع اللي جاية ومن بعده كمان إن شاء الله زمالك في محلة في بيرمدز زمالك ومحلة في الدول وبيرمدز في كاس مصر فكل التوفيق لفرقتنا إن شاء الله